السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي على قناتكم زهاف البيت اقتراح لي اليوم غادي يكون ان شاء الله ملوي بحشوة رائعة لديدة وسهلة واقتصادية والطريقة باش غادي نصوبوا الملوي طريقة جد مبسطة وغادي ينجح معاكم تيجي مورق وتيجي من اروع ما يكون تيجي لديد نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير ويلا نبداو على بركتي الله بالنسبة للعجين غادي نحتاج جبانية ديال فينو الساميد الرقيق وغادي نضيف عليهم جوج ديال دقيق الابيض جوج جبانية ديال دقيق الابيض بالنسبة لكمية ديال دقيق تتبقى لحسب كل شخص غادي نضيف شوية ديال الملح حسب الضوق غادي نضيف ملعقة ديال الخميرة الفورية سفي غادي نبدا نضيف دباف الماء الماء عندي دافي غادي نضيف بشوية بشوية حتى تجمع لي العجين ما نضيفش للماء في دقة واحدة باش ما تديناش العجين متلوقة ولا جارية خاص العجين ديال الملوي تكون شادة فرصة تكون قاسحة ولكن رطبة غادي نبقى نجمع على هاتشكل هذا حتى ندخل دقيق ديالي في العجين كامل سفي من بعد ما دلكت العجين ديالي لمدة ديال ربعة ديال الدقايق كيف تتشوفو تدجيع لها تشكل هذا نبقى ندلكو فيها حتى ترتاب لينا العجين سفينا غادي نغطيها بلاستيك غدائي ونخليها ترتاح على ما نوجد الحشوة الحشوة تدجيع رائعة وساهلة وتدجيع ديدة يلا ومعايا باش نحضروا الحشوة بالنسبة للحشوة عندي هنايا جوج بصلات متوسطات ضفت في المقلد ديالي زيت زيتون او زيت المائدة تيبقى اختياري وتنشحر البصلة ديالي على هالطريقة هادي البصلة قطعتها قطعة صغيرة بزاف تقدروا تطحنوها وغادي نضيف لها واحد الكمية ديال الشحمة اللي حكيتها عندي في المجمد الشحمة خرجتها من المجمد وحكيتها في الحكاكة غادي نضيف لها واحد شوية معلقة توسطة ديال الربيع سوف يتنخليهم يتشحروا شوية وغادي نضيف لهم التوابل هاد الحشوة بالرغم من البساطة ديالها والتدجيء رائع الديدة انا تتعجبني المفضلة عندي المهم ضفت هنا يا راس معلقة صغيرة ديال الابزار راس معلقة صغيرة ديال اسكنجبير راس معلقة صغيرة ديال الكركم وراس معلقة وعفوا معلقة صغيرة ديال التحميره نضيفه بالزيادة التحميره وغادي نضيف الملح واضف تغير راس معلقة صغيرة ديال الكامون ولما كانش تتعجب كم المدق ديال الكامون تقدروا تستغنوا عليه سوفي غادي نخلي لغي واحد جوج دقايق يتشحر لي التوابل سوفي وغادي نطفع لهالنار خلي الحشوة ديالي تبرد وندوزو باش نحضروا العجين. سوفي من بعد ما طيبت الحشوة ديالي خليتها تبرد غادي ندوز باش نشكل العجين ديالي غادي نشكل كوريات بحجم متساوي يا اما صغار ولا متوسطين ولا كبار كيف بغيتوا الملوي ديالكم يجي لا بغيتوا يجي صغير تديروا الكوريات صغار بغيتوا يجي كبير تديروهم كبار طف هنا ياخديت زيت مائدة ودهنت بيه الطبصيل اللي غادي نوضع فيه العجين ديالي. سوفي مسحت اليد ديالي ضروري نمسحها بالزيت باش فاش نشكل العجين ما تدخلش ليه الزيت في العجين باش ما تصعبش عليا فاش نكون نسرح فيها. سوفي تنشكل الكوريات كاملين من بعد منين نشكلهم كاملين. غادي نغطى عليه بالبلاستيك غدائي ييرتاحوا لنا مدة ديال جوج دقيق حتى لثلثة دقيق من بعد غادي ندوزو باش نحضرو الملوي ديالنا. سوفي من بعد مشكلة العجين ديالي كاملة ضروري ندهنو العجين بالزيت. ندهنوها على هات الشكل هذا. سوفي وغادي نغطيها بالبلاستيك غدائي ونخليها ترتاح كيف قلت لكم. مدة ديال جوج دقيق حتى لثلاثة دقيق. بالنسبة لي انا درت كوريات متوسطة. سوفي الحشوة ديالنا مبعد ما بردت ضروري خصها حتى تبرد عاد نخدمو الملوي ديالنا. غادي ناخد شوية ديالزيت وندهن به مكان العمل. سوفي وغادي نبسط العجين ديالي. نصرحها على هات الشكل هذا. سوفي مبعد ما سرحت العجين ديالي. آآ على هات الشكل على شكل مربع. آآ غادي نوضع الحشوة نوضع ننهز واحد الكمية ونسرحها على آآ العجين كاملة على هات الشكل هذا. وغادي ناخد الطرف آآ الاول وندير عليه الطرف الثاني نديره فوق منه. وغادي نرش بشوية ديال السميد الناعم او الفينو. ضروري نرش بشوية ديال الفينو باش تجين يجينا الملوي يجينا مورق ويجينا مقرمش. سوفي وغادي نطوي على هات الشكل هذا. غادي نعود معاكم واحدة اخرى. بالنسبة للحشوة آآ غادي نضيف لها آآ الهريسة. تقدروا تضيفوا لها الهريسة ولا السودانية ولا تستغنائوا على لمكتوش تتبغيوا الحار. مؤمنة غادي نضيف لها واحد معي لقاة صغيرة ديال الهريسة. خلط آآ الهريسة مع الحشوة على هات الشكل هذا. وغادي نكمل. غادي ناخد العجين وندير شوية ديال زيت في آآ مكان العمل. ونسرح على هات الشكل هذا. كيف تتشوفو. بالنسبة للعجين آآ لكنها مزيان وارتحت لينا. ما غاديش تقطع معانا. وتدجي على هات الشكل هذا. صاف دب غادي نوضع الحشوة. غادي نسرحها فوق آآ فوق العجين على هات الشكل هذا. صافي وغادي نتنيها. نتني الطرف الاول. ونتني الطرف التاني. نديرو فوق من الطرف الاول. وغادي نرش شوية ديال فينو. باش تدجينا هكا تدجينا مورقة. وغادي نطوي على هات الشكل. هذا. ونجمع الجوانب وندخلهم في آآ في الجوانب. كيف تتشوفو. انا غادي نكمل على هات الطريقة هاتي. حتى نسلي آآ العجين ديالي كاملة. من بعد انطلقها. وخليكم مع الصور. صافي من بعد ما كملت الكيمي enough. نسلي آآها انا كاملة مضيف وندخلها. مع الصور Ik forte U of the perdagina. ونسلي. بعد كمية العجين كاملة نبدأ بالعجين الأولى نضيفه غير مرة الأولى نضيفه الزيت نضيفه الزيت نضيفه الزيت انها تيجي الى هات الشكل هذا تيجي رائع الديد تيجي مورق طريقة كيف كيف طوينا المسمنا طريقة سهلة ومبسطة وتيجي ناجح مئة في المئة وبالنسبة للحشوة من ابسط ما يكون ولكن لدة ديالها لديدة بزاف نتمنى تجربوا هاد طريقة اللي درت معاكم ديال ملوي وغادي تنجح معاكم مئة في المئة نتمنى يعجبكم الفيديو الى عجبكم الفيديو بتنسوش تدروا لايك وتبرتجيوا الفيديو الى جاءت على خاطركم وتشتركوا في القناة والى الفيديو المقبل ان شاء الله